أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام السلام عليكم وإنما تكونوا أتمنى للجميع يا رب الموفقية والصحة والسلامة وراحة البالة همشي ويا ربي ينزال كل شر وكلها من كل إنسان اليوم مقطع عندي قصير رح يكون استلهمت أكل جديد للبلابل هدا لي يا صديق علي الصديق علي يعني هو مثل ابني ودائما يرفضني بشغلات جديدة هي جيدة هذا المنتج اللي دزليون عنده باكسين بصراحة استلمتها هو هو الف سيكستين هذا المنتج يعني حسب ما أعرف عنه بصراحة ما تش نتلاقي هنا نفس الشركة اللي آني استعمل الأدوية مالتها والديتامينات والمقويات يعني هذا إنتاج بلجيكي كل شيس من هذا ب 10 كيلو وات هذا رح يكبيني وجبة وقت طويل لهم هذا وغاية اللاخ رح هذا الشيس اللاخ بصراحة رح اطفع من هالسبوع رح اشيل الأكل الملونة اللي آني اخلي لهميا وراح استعمل هالمنتج هاذا كلكم تعرفون بأنه هذه السنة أني إنتاجي كان غير جيد الإناث تبيض لكن بدون تلقيح سبب ما حدث أو صار أو شين السبب صراحة أنا ما حرفت لحد الآن لأنه ما مقصروا إياهم كل شيء من أكل من فيتامينات من نظافة من اعتناء من تهيير جوء لهم لكن هذه السنة كانت السنة ما محظوظ بيها بصراحة بلابه كنت متصور أقل شيء أقل شيء أنتج 75 فرق السنة سويت حلقات 100 حلقة سويت على الأساس قلت أقل شيء إذا كان بال70-75 فرق يطلع لي لكن مع الأسف ما منتج لحد الآن يمكن 8 بلابول أو 10 لحد الآن نقول بلابول هي تربيتها صعبة وتربيتها مسهلة يرادلها وقت يرادلها صبر يرادلها اعتناء حتى نهتم بيهم لذلك صار عندي حد شيء يا علي ممكن أن نحكي على الأكل بالمناسبة علي أني أشكرك هوايل وما تقصر والله يوفقك بحياتك وعائلتك الأكل هذا طيب للأفراخ أيضا ممكن نوكلهم من عنده بعد أن ننقعها بالمي غذاء متكامل جيد للجميع للطيور ليس فقط للبلابول بس للبلابول جيد أنا أقولكم فالأفراخ ممكن إذا ما عدكم توكلوهم شغلات ممكن نفسه هذا تنقعوه بالمي وتطولهم يا حبايا حبايا يأكلوه وبالمناسبة أرجو أن تعذروني هذه الفترة أنا مقصروا إياكم وأعرف كل جيد مقصروا إياكم ما جايس لي وقت أجاوغ على أسئلة ولا أنزل مقاطع مثل ما كنت بين يوم ويوم بصراحة فكري مشغول وما مرتاح نفسيا بفكري على بتي إن شاء الله أساطر إلى يوم ١٢١١ في الشهر و ٢٢١ بالشهر عند هالعملية يا رب أتمنى دعواتكم لها بالصحة والسلامة وأتمنى الصحة والسلامة للجميع بس أقولكم تعدروني هالفترة لأنه نفسيا ما مرتاح ما لي وهس كل شيء أسوي لكن الحمد لله والشكر على كل حال نقول والله رحمة الرحمين أتمنى لكم أيام حلوة وأيام سعادة وفرح للجميع وأني ممنوم منكم جميعا من الأخوة والأخوات متابعي القناة وتعذروني مرت اللوق عن عدم الإجابة في بعض الأحيان في اللوقفة الحالي لكن إن شاء الله ممكن إذا سافرت أسوي لكم بعض المقاطع عن الأسئلة والأجوبة اللي أقدر أسويها جوز إذا كان عندي فرق حتى لا نقطع عنكم وبالختام أقولكم شكرا جزيلا وإلى لقاء في مقاطعين أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة